على مدى الفترات وعلى مدى السنين وكل ما يحصل حادث أو يحصل قلق زي ما بيقولوا في منطقة سينة بيحصل كلام تاني على فكرة تعديل اتفاقية كام ديفيد هذه اتفاقية الشهيرة اللي جات بعد 30 عام من العلاقات والحرب تقريباً بين مصر وإسرائيل واللي جات أيضاً بعد 18 يوم من الملاقشات المستمرة بين الرئيس السداد وبيجون وطبعاً كارتر على شكل خاطر نوصل لهذا الاتفاق اللي بي يعني فيه تفاصيل كتيرة جداً وعلى شقين طبعاً فيه شق خاص بغزة وبفلسطين طبعاً بالدفاق الغربية وبفكرة الاستقلالية وخروج القوات من هذه المنطقة ولكن القسم الأكبر والأهم والكريم كان التركيز عليه في اتفاقية كام ديفيد طبعاً هو كان الشرك الخاص بمصر وإسرائيل وتطبيع العلاقات بين البلدين وأيضاً عدم وجود أي نوع أنواع التسليح في هذه المنطقة سواء من 20-30 كيلو من خلال حدود المصرية أو سواء 3 كيلو من حدود الإسرائيلية وأعتقد أنها دي مربط الفرس في هذه المعاهدة هنتكلم أكثر عن حملة اسمها هنعدلها طبعاً واضح من الاسم اللي هم عايزين يعدلوا اتفاقية السلام مدى قابلية هذا للتحقق ومدى موقعية هذا على أرض الواقع خصوصاً مع وجود أمريكا اللي بتدي معاونات في النحيتين نعرف كورة دوت من خلال ضفنا النهاردة وهو الأستاذ علاء الدين أسام أمين إعلام اتحاد الشهاب التقدمي بحسب التقدم بحسب التجمع صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا سيد أسام طبيعي جداً أنه لما يحصل عندنا حدث إرهابي على حدودنا يستشهد فيه 16 من جنودنا أنه الدنيا كلها في مصر تقوم وتقعدش ويمكن في الدول العربية كلها لأنه العدد ده لم يحدث أننا عندنا ستشهد 16 جندي مرة واحدة من أيام حرب أكتوبر لغاية النهاردة والكلام أثير في كل حتة في مصر أنه فيه كلام كتير قوي على تعديل الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام علشان نقدر ندخل قوات أكبر خصوصاً أننا أكبر عدد لقوات عندنا هو فيه قطاع ألف وهم 22 ألف جندي طبيعاً أن الجنود اللي إحنا دخلناهم تكلمنا مع إسرائيل إحنا عندها خير جيش وعن نعمل ده بالمخالفة للاتفاقية مؤقت لكن الفترة اللي جاية الكلام اللي طلع على لسان الخبراء الستراتيجيين بيقول أننا في طريقنا إلى تعديل الملاحق الأمنية ما مدى صحة ده من وجهة نظركم وأنتو الحملة بتهدفت إيه في الإطار ده؟ الحقيقة إحنا طالبنا بالتعديل من خلال عدة أحزاب أيضاً بوقعت على بيان وبعطيته السيدة الرئيس الجمهورية وللسيد ياسر علي رد أن مصر ملتزمة بالاتفاقية الدولية أنا قدرت شفهم ده معناه إيه؟ هل ده معناه أن إحنا مش هنعدل الاتفاقية؟ فده رد على الشق الأول من السؤال الشق الثاني إحنا حملة هنعدلها إحنا بنتناقش فيها مع المواطن المصري هل يا مصريين أن الجبهة الشرقية لمصر يجب أن يكون خط جيم عليه 450 أو 750 جندي أمني مركزي مع أسلحة خفيفة؟ هل يجوز أن خط به مش مسموح لك أن يحلق الطيران المصري طيران عسكري إلا إذا كان بهدف مدني؟ عشان بس الناس تبقى فهمة خط جيم ده هو الخط اللي فاصل فعلياً ما بين مصر والإسرائيل الحصة في الواقع بالضبط فهذا لا يجوز لأن أمن سيناء أمن قوم مصري وحدودنا الشرقية لازم نحميها فإحنا مستعدفين الشعب المصري أن نخرج كمصريين نطالب تعديل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وندغط بشكل شعبي على السيد الرئيس أنه يتدخل ويطالب بشكل دبلوماسي من خلال الخارجية المصرية بتعديل اتفاقية السلام بالمناسبة تعديل اتفاقية السلام ده حق قانوني للدولة المصرية لأن المستجدات اتغيرت أنت دلوقتي مش ممكن أبداً أن يكون في سيناء ما فيش غير سلاح خفيف في حين أن عندك استطان إسرائيلي على الناحة التانية وجود جماعات إرهابية بسبب بعدها موجود تنمية في سيناء كل هذه الأمور فنعتقد أن تغيير اتفاقية السلام هو شيء ممكن وسهل طب أستاذ أسامة خلينا نكلم بصراحة أكثر الكلام اللي كان بيقال على تعديل الملاحق الأمنية ده كان بيقال قبل الموقف اللي حصل من كم يوم وإقالة المشير تنتوي والتغييرات اللي حصلت في الجيش هل حضرتك الكلام اللي قيل على لسان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية هل ده بعد ده يعني هل فيه تغيير في المواقف أننا متزمين بالاتفاقية بعد ما اتغيرت القصة في الجيش ولا ده قبليه يعني الموقف لا 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 هو ده موقف ثابت عند السياسة الخارجية المصرية حالية في وجود سيد محمد مرسي لا 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 وأنا لا وأنا أعتقد أن بالضغط الشعبي ومن خلال مطالبنا كأحزاب ممكن حق دوت لكن هم لو كان عندهم رغبة من الأول كان بعد الحدث وكانت فرصة سنيحة جدا الحقيقة يعني لو فيه حدث دوت بيدي الخارجية المصرية الحق أنها تطالب بتعديل اتفاقية لأنها فعلا مكحفة لقد شايف أنه فيه ربط يعني خروجا أنه إحنا هندخل كده في قصة تانية بقى وقصة خروج الآمن للمجلس العسكري وهندخل في حدوثة سياسية تانية بعيدة تماما عن الموضوع أنا سألت لديه السبب لأنه كان فيه خبراء استراتيجيين بينسبوا في الآخر للجهات الأمنية أنه قالوا أنه هيبقى فيه تغيير للمحل الأمنية فعشان كده أنا أسأل هل ده تغير بعد الموقف الأخير ولا هو ده موقف سابت يعني من قدرش نستنتج إلا إذا كان الخارجية المصرية يتعبر عن ده مين اللي بيعبر عن أنا في تعديلات فقية السلام أول متحدث بإسم الرئاس هم ردوا لما إحنا بعثنا البيان لحزاب المصرية قالوا إن إحنا ملتزمين بالمعادات ده معنى إيه؟ يعني إنت حد نفسك مكاني لما ترد عليها أقولك عدلت فقية السلام وتقول لي آه أعدلها لك وتقول لي إحنا ملتزمين بالمعادات ده معنى إيه؟ معنى وده القاتي بقى وده كان سؤالي معنى إن إحنا مش لوحدين يعني إحنا المعاهدة دي بينك وبين طرف آخر تمام والطرف دوت كمان بينه طرف ثالث اللي هو الطرف اللي يعتبر الضامن لهذه المعاهدة وهذه المتحدة الأمريكية الضمانة دي جت ضمانة سياسية وضمانة استراتيجية وضمانة دعم لأكبر جيش أعتبر النهاردة في المنطقة العربية وهو الجيش المصري بدعم ملايين أو ببلايين ونفس الكلام برضو دعم الجيش الإسرائيلي يعني كان فيه أنا ممكن نهاردة أصحق منهم أقول أنا عايزة غير أنا مش لوحدي أنا فيه إتفاقات دولية نمر واحد طبعا وفيه محكمة دولية وفيه زي ما قلنا تهي طرف ثالث مين بقى اللي بيقرر إذا كان أنا لو حتى عايز أن أنا أقدر عوز أو معوصيني هل بحثتوا لو إفرد الحكومة وفقت بحثتوا إيه اللي سيحصل بعد كده أنا عايزة ديف على كلام شريف حاجة واحدة أنه هي اتفاقية ملزمة خارج إطار الأمم المتحدة فأنه لجوء الأمم المتحدة بره الموضوع فهي لازم الترفين فإحنا كا إزاي نقدر نعدل الاتفاقية من وجهة نظر حضرتك شوف أقول له حضرتك على حاجة تقدر الخارجية المصرية أنها تتباحث مع الخارجية الإسرائيلية فيه إمكانية تعديل الاتفاقية وأعتقد أنه ده حق للخرجية المصرية وحق لمصر أنه نطالب بدون لكن أصلا ما فيش مطالبة من جهة الخارجية المصرية ومن جهة الرئيس عبدالسي أسف لا مش شكلية لا لا مش اسمنا عملنا الأول نبتدي نطلب بدون أقول له حضرتك بقى على حاجة أنت بتتكلم عن التزام الجانب المصر أصلا الجانب إسرائيلي لا يلتزم تماما بإطفاقية السلام لما نيجي نتكلم بقى بكل صراحة يعني لما حزب التجمع عارض إطفاقية السلام منذ البداية الجانب الإسرائيلي بعد عمار إطفاقية السلام متفاقنا أن حالة لح حرب وحالة السلم راحوا وحصروا لبنان سنة 82 وحصروا بيروت وما اتفاقوش بالأمن العربي عدم ارتزام إسرائيلي إطفاقية السلام لا إزاي منطقتية جزء غزة والدفة الغربية ومصر وكان من ضمن كان منعجلان وعشكا أصل الأردو ما داخلتش في الاتفاقية بالزبط لكن كان فيه اتفاق داخل إطاري السلام أن المنطقة العربية لا يجب أن يحدث فيها نوع من يعني عدم التعدي على الدول العربية لأن دي منطقة واحدة فإن دلوقتي البعد الأمن بس إتفاقية تفسه إتفاقية نفسه واحدة تاتة أربعة على منطقتين وبعدين دا فيه حاجة في حاجة اللي بيعملوه بره بق من نجدعوه بي لا إزاي من نجدعو بي لأن دا تكلمنا عشان نتكلم عشان نتكلم العالم بيكلمنا للأسف للأسف إحنا عنده مشكلة إن العالم بيكلمنا صح وإحنا دايما بنتكلم مع شعرنا التانيين بيكلموا وراء أقول الألم الوراء أقول الألم بتقول بيقولوا إن دي منطقتين أنا دلوقتي مش مسؤول الخرجاء المصري أنا بكلمك كمواطن مصري ومواطن عربي أزمتنا السياسية مع إتفاقية السلام إننا فيها شق السياسي وفيها شق اقتصادي وفيها شق أمن مشكلتنا السياسية إن خرجتنا من الصراع عربي عربي ضدت صراع الإسرائيلي أو الاستيطان الإسرائيلي أو الاستعمار الإسرائيلي خلت إن مصر وشكل طبيعة السلام أن مصر وأمريكا وإسرائيل هم اللي حديدوا السلام وأن أمريكا يتحدي السلام بعد ومحزب التجمع طالب أن يكون السلام ده خلال جينيف ويبقى التحذف في إنتي موجود وأمريكا موجود عشان يبقى سلام عادل ده وتخرجنا برا الصراع وخلى مصر حصل مشكلة جبيرة جدا بين الدول العربية وخلى مصر منفردة في هذا السلام فبقى فيه شروط مكحفة على الجانب المصري يعني هذا تخيل أن في التفاقية المصرية الإسرائيلية أن أنت ملتزم بعمل تطبيع اقتصادي وثقافي مع إسرائيل الضغط الشعبي أحكم ورفض التطبيع الثقافي والتطبيع الإعلامي مع إسرائيل ده حق شعبي عشان أرجع للسؤال لحضرتك فهو يعني موضوع مرتبط أرجع بقى للسؤال لحضرتك إسرائيل غير ملتزمة بمعاهدتها إسرائيل تعدت على جنود المصريين السنوات السابقة وما كانش فيه رد من خارجها المصرية قوي فحان الوقت بعد صورة 25 يناير أن نحن نطلب تعديل تفقية السلام ويبقى عندنا أمن في سين ويبقى عندنا وجود على كامل سياسة هو طبعا كان بيترد على ده على أنه الحادث اللي حصلت في السنين الفتت النظام كان بيتعامل معها بيحاول أنه يكسب مكاسب سياسية كان بيستخدم الأنفاء للضغط كان بيعمل حاجات كتير ألعاب سياسية كثيرة لكن خلينا ده نتكلم بوضوح عن إيه البنود اللي مطلوب تعديلها في اتفاقية السلام وإيه أهم البنود دي اللي ممكن تبقى معطرد عليها أمريكا وإسرائيل طبعا شوف المطلوب تعديل والبنود الخاصة بالأمن نحن نطالب أن يكون فيه جيش كامل في المواقع ألف وبيه وجيم أن يبقى عندنا أسلاحة سقيلة يبقى عندنا الدبابات وعندنا طيران عسكري طبعا ده مش شكل خطر بالنسبة لإسرائيليين يبقى حسينهم مهددين أي دولتين بيجوار بعض يبقى فيه جيش لحد آخر نقطة في الحدود وفيه جيش لآخر نقطة في الحدود هل يجوز أن الطرف الإسرائيلي يبقى عند الدبابات وأسلاح سقيلة ويقدر أنه يضرب ساعة ما حصل لأحداث رفح الدبابة اللي مخدت المدرعة المصرية وكانوا ينتقلوا لإسرائيل ودمروها ويبقى المصريين ما عندهمش الحق أنه لما يحصل حاجة زي كده يقدروا يدفع عن نفسهم ده هو اتعطاق الدموحي فيازم من تعديل أمن ده يمس الخطر على إسرائيل من وجهة نظرة هي لكن إحنا دعاة سلام مش دعاة حرب إحنا بنحارب اللي بيحاربنا مش بنحارب لمجرد اللي احنا عايزين نحارب دوت تخيل الإسرائيل إن هي أصلا موجودة بشكل غلط وهي استعمارية هي تشعر بده فهو الخطر شعور داخلي جواه لكن إحنا مش دعاة حرب سأسألك سؤال لما يكون هم عاملين اتفاقية خلينا مكانهم وهم عاملين اتفاقية مع دولة تانية وهم قادرين بموجب الاتفاقية ان هو هيجي يضرب لك ناس ويرجع وانت ما تقدرش تعملوا حاجة يجي يرغم عاز زي ما ومش هيرفة هأسألك نفس السؤال فيه شك تاني خاص بغزة والاستيطان وكده وحدود 67 هم لم يلتزموا وبيعملوا استيطان كل يوم في رمالة وبيحترموش الاتفاقية تماما مين اللي بيردعهم؟ مين اللي قدر يردعهم؟ لا أحد لا أحد فيحنا دلوقتي عندنا أزمة ان الجانب الإسرائيلي طول الوقت بيتحرق بحرية ومعتمد على وجود الولايات المتحدة الأمريكية بتسندوا بالسلاح وبتسندوا بالمال وان بيعتبروا ان العرب والمصريين مش من حقهم ان هم يكون لهم الحق وجود أمني في سيناء ولا خير عشان كده بسألك ايه اللي يجبروا؟ ايه اللي يجبروا؟ لا اللي يجبروا الضغط الشعب المصري اللي يجبروا ان احنا لنا قوة اقتصادية اقليمية لنا قوة في أفريقيا لنا قوة في المنطقة العربية ان احنا كوطن عربي نقدر ان احنا نلزم إسرائيل ونكون أكثر سرامة من ذلك لو التوجه المصري ما كانش بقوة في مواجهة إسرائيل في هذه الفترة بعد صارت 25 يناير دوت هيأثر بالسلب جدا على المصريين وعلى شكل العلاقة بيننا وبن إسرائيل لازم تكون العلاقة متساوية ولازم يكون لنا حقوق على حدودنا وعلى زول على حاجة اتفاقية السلامة المصري الاسرائيلية احنا عرضناها وكان في معارضة شعبية كبيرة جدا كثيرا من الاتفاقيات اللي كانت بتحدث مع إسرائيل كانت بتحدث من خلال السلطة لسلطة ولا يسبق باتفاق شعب يعني لو سألت أي مواطن مصري انت ترحب بطبيعة إسرائيل هيرفض انت موافع على السلام مع إسرائيل هيرفض ليه؟ لأن إسرائيل احنا بنعتبرها استعمار فأنا أعتقد أن ما حدث في غياب شعبي حقيقي ومع معارضة شعبية ليه يستطيع الشعب أن يؤثر على السلطة والحكومة الحالية أن احنا نؤثر على إسرائيل في أن هم يقبلوا بدات وعلى فكرة إضافة الكلام ده وتنواف نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي طلع ما أفقه ده برامج المصري أخيرا وهو أقر أن من حق المصريين هم عدول اتفاقية فتخيل النائب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نواف يطالب بتعديل الاتفاقية والمصريين نفسه هم مش عارفين عدول التفاقية بس أقرامش بفلوس برضو يعني هو رجل تتكلم معلش بس ده حقق مصري وحقق مصري بقى عندك أمن في سيناء حقق مصري أن أنت ترفض التطبيع الاقتصادي لأن أنت كمال لما طبعت اقتصاديا بقى فيك كويس وده دي اتفاقية محفة جدا بمصر بقى فيه تصدير الغاز لإسرائيل في غياب شعبي تام بقى فيه تطبيع بكل المستوات ونرفض ده بس يا خمم هي الفكرة أنه لو خدنا كل كلام من محمل الجد ما هم لسه طالعين من يومين وبيقولون لو ما حكمتوش الأمن في سيناء ده احنا هنخش وهنعمل وهنسوي لا هنشوف هنخش وهنعمل وهنسوي ده هو ده اللي انت نفس الكلمة اللي انت بتقولها الكلام مش بفلوس لأن إسرائيل أصلا مدركة تماما أننا عندها مشاكل أخرى في المنطقة العربية ومدركة أن هي أي مشكلة مع مصر في الوقت الحالي هو يؤثر بالسلب عليها مش بالإجابة على الإطلاق وإحنا دولة قوية لو عندنا نبص طول الوقت لنفسنا أن إحنا أضعف من إسرائيل وإن إسرائيل عندها سلاح وإن إسرائيل الحرب مش بس سلاح وجيش وتهيران لا الحرب أنت عندك أماكن تانية عندك قناة السويس وعندك بعد قومي وعندك الدول العربية بالسندق وعندك احترام من الدول الأخرى يعني أنا أعتقد أن مصر أقوى وأكبر من هي طول الوقت تبقى خايفة من إسرائيل وخايفة لمجرد تعادل التفاقات السلام تخيل بقى لأقلت لك نلغي التفاقات السلام مع إسرائيل يعني أنت بقى الدنيا بقى هتتضمر يعني مش ممكن الكلام ده طلبك طب حتى على الأول يعني خش في مباحثات لتعديل التفاقات السلام وبعد كده قولي قبلني عقب 2-3 ونبتدين نتكلم يعني الحياة النظام الحالي اللي بيحكم في مصر احنا صورنا أنه يكون أكثر شفافية من النظام اللي قبله لكن الحياة النظام الحالي ما بيتكلمش مع المواطن في مصر تماما عن أي حاجة تخيل رئيس الجمهورية تجاهل طلب تعديل التفاقات السلام كل هذه الأيام يعني بأي منطق بعدين عاوز أتكلم بقى عنوطة مهمة جدا تنمية سيناء تنمية سيناء مطلب شعبي لأن السيناء تخيل حضرتك سيناء يفهاش مستشفيات فيها كفاءة هتخيل اللي عاوز تعالج بيسافر 500 كيلو تخيل حضرتك اللي فيش مشروعاته بتخيل إن مواطن السيناء مش محقق أنه ده مطالك أرض تخيل إن مش حقق أنه يعمل تنمية كما دمي خلينا نسأل هل فيه تهال فيه ملاحق السرية احنا ملاحق السرية ما هو ده هو ده هو ده وده احنا مش فاهمين برضو لغاية النهار ده ما أنا أقول لحضر عمليين نقول تنمية سيناء لما رئنا نشف هو ده بقى السؤال ده أنا أحقيك عليه أنا السؤال ده أحقيك عليه يعني زمان لما عملنا تفكية السلام لزمتنا أمريكا إن احنا منزرعش أمح فبتدنا نستورد أمح من أمريكا من مليارات الدولارات ثم ألزمتنا أمريكا إن احنا منزرعش قطن هي بكلمنا فألزمتنا أمريكا بأن احنا نستورد القطن فخلت بقى ده بناء على البنود البنك الدولي لما كانوا بيدونا معونات تاخد معونا وتاخد قرود يعني كمان نتدين ويلزمنا إن احنا منزرعش أمح فبقينا نستورد الأمح بقينا نستورد القطن بقى المصريين مش عارفين يكونوا مستقلين في قراراتهم السياسية هل أنت في معلومات عندكم مثلا إن في ملاحة سرية بتمنع توطين سيناء بتمنع إنه تتعمر يعني برضو في علامات استفهام كثيرة وهل النظام الجديد حضرتك شايف إنه هو ناوي إنه هو يعمر سيناء ويامل ولا يبقى الحلع على ما هو عليه سؤال مهم جدا نشوف يعني ناعمل كتير ناعمل كتير ناعمل كتير ناعمل كتير ناعمل كتير زي السؤال في بلاد هالية بقى فوق طيب يا بقى شلت الاتنية دي حاجة مهمة جدا إن عندنا معلومات سرية ده شيء مضحك لسبب لأن على أرض الواقع اللي يمنع الحكوم المصرية إنه يتنمي سيناء هل مش هنعرف نبني مصنع أو اثنين أو ثلاثة هل مش هنقدر نخلي المواطن السيناء أليه صح أنا على طول آه بالضبط يعني شيء مش منطقي آه طبعا فيه رغبة من إسرائيل وفرضها على مصر إنه إحنا ما ننمي سيناء لأن إسرائيل شايفة إن سيناء ديت ما تتنميش وإنها تكون بهذا الشكل عشان تقدر تفعل السيطرة عليها ده إسرائيل فإحنا من الجانب المصري لو ما تحركش والمواطن المصري أنا ما بعاورش أبدا على السلطة المصرية ولا على الحكومة المصرية لأن سمعنا مؤخرا عن رسالة تأييد من السيد محمد مرسي لشمون بيريز ونفاها وبعد كده رجعت الخارجية المصرية قالت إن فيش رسالة ترحيب من السيد محمد مرسي وبالشعب الإسرائيلي وبتاع الحقيقة ده يعني أنا كان نفسي لما سيد سيد محمد مرسي أول رسالة يبعط لإسرائيل إن السلام في المنطقة في عهدي وبعد ثورة 25 يناير لازم يكون متوازن ولو ما كانش متوازن وعادل إحنا مش هنكون بنفس الدرجة أعتقد إن هو ده مربط الفرس أعتقد إنه يمكن في الكلام الكتير اللي قلناه اللي هو شوية بدرج ما بين العطفاء المطلوبة جدا الحقيقة أكيد مطلوبة لأن في أور في الآخر كرامة الحكومات بتيجي من كرامات شعوبها صحيح وفي نفس الوقت من الكلام اللي يعني ممكن يكون لشق علمي أو شق فعال يعني أعتقد إن حالك قلت في الآخر كلمة مهمة جدا وهي إنه يجب أن يكون فيه رسالة توجه إلى العالم الخارجي مش بس إسرائيل إلى العالم الخارجي إنه فيه وضع يمكن أن يكون جديد يعيد لمصر وضعها اللي كانت بتتكلم فيه بمنطق قوة لما تعملت تفاقية السلام لما عملت تفاقية السلام كان بتتكلم بمنطق عبد الناصر والسادات كنا في موقف قوة فهيزن أن نعود بهذه القوة كمنطقة وده مش حابق بس بالكلام لا لا هذا بقى مفضرت عن عدلها عشان بس أشير نقطة أخيرة بدلت عن عدلها اللي بيقودها بتحس شاب التقدم الجين عشان بالحزب التجمع بيعمل ورش عمل بشكل مستوى ما ده مهم جدا لسبب واحد بقى لأن فعلا الناس بجد من كتر الأخبار والأحداث ما بقتش عارفة تطلب إيه ولا تعمل وهو ده بقى إحنا بنعمل ورش عمل وهيحضرنا فيها أستاذ نبيل زاكي وعملنا ورشة عمل حضرنا فيها أستاذ محمد فرق فقية السلام هنعدل واحد اتنين ثلاثة وهننهي دوت ونبدأ طلعه الإعلام وكمان هنقول حملات توعية شعبية في الشارع وكان عندنا مبالح وقفة احتجاجية في ندان طلعت حرب وتم الإشارة لها يعني وأعتقد أن احنا مستمرين في الجانب دوتو التقط الشعبي إلى أن يتم تعديل تفقية السلام يا جماعة عدم تعديل تفقية السلام عدم موجود موقف سياسي في تعديل تفقية السلام دوت مش يخلي فيه لأمن في سيناء ولا تنمية في سيناء ولا أي شيء في سيناء الحل السياسي مرتبط بالحل يعني هو حل الحل الأمني والحل الاقتصادي سيد علاق الدين هسام أمين الإعلام اتحاد الشعاب التقدومي بحزب التجمع شكرا جزيلا شكرا يا فندم بنذكرك جدا يا فندم وبنأكد على كل اللي حضرتك قلته وكلامنا طبعا لرئيس الجمهورية والإخوان المسلمين دلوقتي حضرتكو السلطة المطلقة تعني مسئولية مطلقة حضرتكو مسئولين عننا ومطالبين باتخاذ مواقف علشان الشعب المصري كله فقاراتنا في نارك سعيد مستمرة بعد الفاصل تابعون اشتركوا في القناة